بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الله سبحانه وتعالى يطلب من المسلمين ويأمرهم بأن تتشكل منهم جماعة بتعبير أمة يأمرون بالخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مما يعني أن الخير يحتاج دعاة أيضا صحيح الإنسان مجبول على حب الخير الإنسان بطبعه يحب الخير ويأنس بالخير وأنه فيه أمر عقلائي كل عاقل يحسن الخير ويقبح الظلم والشر ولكن مع ذلك الخير يحتاج دعاة وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يذكرون الناس بعمل الخير وفعل الخير وقول الخير أيضا فرحم الله امرأ عمل خيرا أو قال خيرا أو وقف موقف خير هذا فعل خير يثيبه الله عز وجل عليه ويحيي الجامعة والمجتمع والأمة والشعب والدولة وكل تشكلات بين الإنسان إنما تقوم الحضارات والدول ورقي الشعوب بفعل الخير والخيرين وجودهم نعم كله بركة ولذلك إذا تجد أمة لا يوجد فيها خير فاحكم عليها بأنها أمة بائسة ولا يمكن أن تدوم لماذا؟ لأنه وجود أشرار ولا يوجد فيها خير سوف تتقاتل وسوف يكثر فيها الفساد وسوف ينهي بعضهم بعضا وبالتالي لن تدوم هكذا مجتمعات ولأجل هذا الله سبحانه وتعالى يقدم لنا هذا النموذج يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكن مع ذلك يدعون الناس إلى فعل الخير لأن في هذا الفعل اجتماع الناس وتأليف قلوبهم وأيضا نهضة الشعوب والأمون من خلال أفعال الخير ونماذج كثير عندما نجد تأكيد على الصدقات الجارية تأكيد على الموقوفات الخيرة إنسان يفعل له موقف أو يوقف له وقفا خيرا يدر ربحا على الفقراء والمعوزين هذا الفعل بحد ذاته يبني أمة يحيي النفوس يجعل الناس في حالة اطمئنان أنه أكو بعض خير بالدنيا أكو بعض ناس أدهم خير الإنسان إذا في عوز في مشكلة يلجأ لهذه المؤسسة يلجأ لهذا العالم يلجأ لهذا الشخص لأنه خير أو لأنها مؤسسة خيرية لاحظوا تفعل الخير تقدم مساعدة هنا ومساعدة هناك إذن القرآن في هذه الآية يشجع على اجتماع الخيرين يشجع على نهضة الشعوب تجاه مؤسسات خيرة ولتكن منكم أمة أمة يعني جماعة سواء كان هذه الجماعة منتظمة في مؤسسة أو في فريق عمل أو كشافة تنهض للخير في أي مجال خير أنت عليك أن ساهم به إذا عندك قدرة فكرية جسمانية مالية لا تصغر فعل الخير عليك المساهمة في فعل خير بأي نحو كان ولا شك ولا ريب أيها الإخوة والأخوات الأعزاء من أن وجوه الخير كثيرة يعني مثلا الآن المجتمع والعالم يشهد هذه الجائحة الخطيرة هذا الوباء الذي يفتك بالأرواح ولا يفرق بين الشعوب والأجناس والأعراق والأديان مما لا شك ولا ريب فيه أن الأمور بدأت تتغير ووجوه الخير أيضا يجب أن تتغير لأنه وجوه الشر أيضا تغيرت اليوم هذا الوباء ينتشر بأضعف وسيلة بين الناس يفتك بهم وأصبح حقيقة قائمة لا يمكن الشك فيه الذي يشكه الآن بوجود فيروس اسمه كورونا يفتك بالناس هو في الواقع إنسان سلبي وهذا الإنسان السلبي إنسان فاشل في بعض الناس فعلا إلى الآن لا يصدقون أن هناك فيروسات تفتك بالعالم اسمها فيروس كورونا لا يصدقون وأن هذه كذبة اخترعها الدول هذا واقع الآن يفتك الناس مرض ولذلك تجدهم لا يحتاطون في الحفاظ على أرواحهم لا يحتاطون ويشجعون الناس على عدم الاحتياط هكذا نوع بشر ابتعد عنه لأنه إنسان سلبي في كل حياته تلقاه سلبي يشكك بكل واضحة بديهية هتش ناس سببه نهايتهم إلى الفشل يعني لازم دائما تجدهم وناس فاشلين في حياتهم فيكونوا سلبيين ينظر لكل شيء نظره سلبية يشكك بكل شيء اعتبره هذا إنسان فاشل الإنسان الناجح اللي يخلي كل الاحتمالات ممكنة ويخلي احتياطاته حتى يواجه هذه الاحتمالات لأنه بالتالي عنده مشروع وهو مشروع أن يكون ناجح في حياته أما الإنسان السلبي فابتعد عنه لا يغرك هؤلاء اللي يشككون بكل شيء حتى بالأمراض والفيروسات يشككون به ولذلك هؤلاء وناس سلبيون وفاشلون في حياتهم فاشلين في حياتهم ابتعد عنه إذن في هذا الوباء الآن وجوه الخير يجب أن تتعدد مثلا الآن احنا كنا في السابق قبل هذه هذه الأوبئة وهذا البلاء لمن بدأ ينتشر بالناس ويفتك به كان مثلا إنسان مؤمن يرى بعد فترة يشوف أخوه المؤمن يسلم عليه يعانقه يقبله يصافحه هذا من المستحبات الإيمان معانقة المؤمن للمؤمن وهذا من المستحبات المؤمن والأخلاق الإسلامية حتى تودينية بشكلها تحث على هذه العلاقات صحيح؟ نعم ولكن في زمن الوباء في زمن هذا انتشار الأمراض أصبح أنه الخير في أن لا تصافحه أصبح أنك إذا تحب هذا الإنسان للضر فلا تصافحه لا تعانقه هذا هو الموقف الشرعي الآن اليوم إذا شفت لك واحد أقبل يريد يصافحك يريد يعانقك في وقت الانتشار هذا الوباء وقل لي يا أخي خلينا نحفظ جانب التباعد الآن الخير فيها النصيحة هذه قدم لها مصلحة قدم لها نصيحة انصح بأنه يتباعد يحفظ التباعد بينك وبينه لماذا؟ لمصلحته ومصلحتك اليوم وجوه الخير هذه نصيحة خير نعم جميل إذا متشكل الآن جماعات مجموعات من شبابنا الواعي من رجالنا الواعي من نسائنا الواعيات يثقفون الناس فيما بينهم على ثقافة التباعد في زمن الأوبئة ألم يقر رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمعتم به في بلد ما يعني الطاعون فلا تدخلوه هذا البلد يعني تباعدوا عنه وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا منه من هذا البلد لماذا؟ النبي أول من أسس لهذه المسألة التباعد يجيك واحد يقول لك لا أصلا هاي كذبة ولا تعترم بها ولا تعتني بها هذا إنسان سلبي ليه تلتفت إليه لاحظوا؟ اليوم الدول اللي التزمت بقانون التباعد ونصائح الأطباء نتيجة هذا الوباء بدأنا نشهد الآن الأرقام تنخفض عندهم وبدأوا شوي شوي يعيدون حياتهم الطبيعية لكن للأسف دول الذي كثير منهم فيهم أناس سلبيين إلى درجة وما التزمون بهذا القانون بدأت الآن الأعداد تصعد عندهم أرقام تصعد عندهم وهذا ناتج عن شنو؟ عن عدم احترام هذه القرارات الصحية اللي هي مصلحة البشر إذن وجوه الخير وجوه الخير تتغير بحسب الزمان والمكان تعبير الإمام الخميني على الله مقامه يقول إن للزمان والمكان دخل في تبدل الأحكام وتغير وجهية الأحكام لماذا؟ لأن بالتالي الحكم الشرعي جاء لتنظيم حياة الناس وفق الزمان والمكان والظروف الموضوعية والشروط الموضوعية لا شك ولا ريب أنه يتأثر الموضوع الحكم الشرعي يتأثر من خلال الزمان والمكان هناك أمور تتغير من حيث الزمان والمكان مثل هذه الأحكام أحكام التقارب بين الناس شرب سؤر المؤمن بعده في الماء الآن هذا في مستحاب في الظروف الطبيعية ولكنه في ظروف الوباء مثلا في ظروف الأمراض والأوبئة وانتشارها يكون الوضع فيه أنه الابتعاد هو المطلوب هذه وجوه خير هذه وسائل الخير يجب أن انعرفها إلى الناس وانثقف الأمة عليها الآن أنت في زمن الأوبئة بتروح إلى مستشفى معالجة وهذا الباب هناك باب مثلا مشترك كل واحد يجي يمسك هذا الباب مقبض الباب ويدخل فإنت تشوف هذا ما حد يعقمه تيجي أنت تأقل عندك وسائل تعقيمة تعقمه أنت فعلت خيرا أو تدعو إلى تعقيمة تلفت نظر المسؤولين إلى أن هذه الوسيلة مشتركة بيننا الآن بين الناس كساعد واحد يجي يمسك هذا مقبض الباب ياريت لو تعقمو تروح إلى تاخذ تكسي تلفون تروح تاخذ تكسي وهذا الباب وهذا باب التكسي مثلا يستعمل من قبل الكثيرين فإنت تعقمه وتركه أنت فعلت فعله خيرين الله يثيبك علي وموسائل الخير تتغير بحسب تغير الزمان والمكان كما الآن مثلا نحن نشهد عندنا محل ابتلاء الناس كثير من المون يسيلون عن أحكام الجماعة في زمن الوباء وأن كثير من الدول تشترط فاصل في الصفوف بين والمؤمومين مترين يشترطون فاصل يكون بين مترين طيب كيف تحصل جماعة مع فاصل مترين هل يمكن أنه نقيم صلاة الجماعة وفق أهل البيت وفق إسلام أهل البيت أن نقيم صلاة الجماعة في زمن وباء ينتشر عن طريق التنفس أو التلامس أو التقارب بين الناس في هذا الوضع أن نقيم صلاة الجماعة لا طبعا لا نقيمها صلاة الجماعة في زمن الأوباء فإذا اشترطت مثلا السلطات اشترطت خلية الأزمة الصحية لأنه يجب أن يكون هناك تباعد مترين يجب علينا أن نلتزم ولا نقيم جماعة في هذا الظرف لأنه جماعة لا تتحقق وفق مدرسة أهل البيت وفق إسلام أهل البيت ونحن نعتقد أنه هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله نعتقد أنه لا تقيم الجماعة أو لا تعقد صلاة الجماعة في وجود الأمر الإداري من قبل السلطات أو وسائل أو وزارات الصحة على أنه يجب أن يكون فاصل مترين مثلا بين المؤمومين لأنه عندنا أحاديث كما في صحيحة زرارة عن الباقي عليه السلام أنه لا ينبغي أن يكون بين المؤموم والمؤموم أكثر من خطوة خطوة إنسان إذا كان مقدار خطوة فما أقل بينهم خطوة إنسان يعني تقريبا متر وعشرين سانت يعني مية وعشرين سانت متر أن لا يكون بين المؤموم ومؤموم فاصل فإذا زاد عن هذا الفاصل بين مؤموم وآخر أو بين صف وآخر لا جماعة لهم الطيب هذا أمر مستحاب الآن لا يقام في وقت الوباء إذا اشترط مثلا مترين يكون مترين أكثر من خطوة إنسان الإنسان المتعارف عليه خطوة أقل من المترين فإذا زاد عن المترين مترين فما فوق لا جماعة لأن الروايات عندنا صحيحة تنفي وجود صحة الجماعة فتبطل صلاة الجماعة في وجود فاصل أكثر من خطوة اللي هي تقريبا متر وعشرين سانت للخطوة المتعارفة عليها أقصى خطوة متعارفة لها كذا الآن واحد خطوة أكثر من هنش فاصلة هذا لا يعد به لأن الأحكام تأتي على المتعارفة طيب في هذه الأزمنة الجماعة تتعطل التباعد يجب أن يكون هو السائد هذا ما ينافي أنه الأحكام الشرعية بالتقارب بالتحابب معانقة المؤمن لأخيه المؤمن شرب سعره مستحاب هذا في زمن غير زمن البلاء وزمن الطاعون وزوما الأوبئة والأمراض يختلف الحكم الشرعي بحسب الزمان والمكان هذا شيء واضح بديهي ما يحتاج لتأمل ولذلك وسائل الخير ولتكن منكم أم ويدعون إلى الخير تتعدد وجوه الخير كما أنه في زمان السلم في زمان عدم الأوبئة إذا إنسان يقبل على إنسان ما يسلم ما يصافع ما يعانق نستهجن فعلا نقول لخلاف المستحب عملت عملت فعلا مكروها غير مستحب في زمن الأوبئة بالعكس المسائل يجب أن ندعوه إلى أن يبتعد قليلا حتى لا يضر إخوانه هذا هو الخير هذا هو الله الذي أمرنا به أمة جماعة تتشكل لدعوة الناس إلى الخير بحسب زمانهم مكانهم وإلا إحنا نكون ناس خارجين على التاريخ لا يمكن لنا أن ندوم أو نصنع حضارة أو نصنع رقي في تصرفاتنا ومن هنا ونحن في هذا الزمان الصعب زمن الأوبئة التي انتشرت بين الناس يجب أن نكون مثاليين في دعوتنا بين الناس دعوة محبة وأنه نلتزم بالإرشادات والنصائح التي قدمها كم جميل إذا نخرج بصورة حضارية متحذرة كمسلمين أتباع هذا الدين العظيم أتباع هذا الرسول العظيم الذي أتعب نفسه صلى الله عليه وآله في أن ينصل لنا هذه الرسالة الخالدة المترقية التي هو أمرنا بالتباعد في زمن الأوبئة كيف يجي مسلم الآن ويشكك بهذه المسائل التي هي وأضحى بديهية وكأنه خارج عن التاريخ كأنه رجل همجي هذه الصورة لا ينبغي أن تنطبع على المسلمين وبالتالي في هذا الوقت يجب أن نكون دعاة خير وكما أسلفنا كما أن الخير خير مادي أن تحافظ على صحة الإنسان تحافظ على جسم الإنسان من الأوبئة كذلك أيضا هناك خير لعله يخفل عنه الكثيرين يحتاج دعوة أيضا وهي ليس فقط خطر الفيروس المادي الآن اسمه كورونا اسمه سارس اسمه أي شي هناك فيروسات أكثر من هذه الفيروسات أو لا تقول خطرا عن الفيروس المادي وهو الفيروس الفكري الفيروس الأخلاقي الذي يدمر أخلاق الإنسان الذي يدمر أخلاقيات المجتمع هذا أيضا يحتاج لأمة تدعوه إلى الخير وتحذر من هذه الفيروسات عندما نجد الآن شبابنا الطاهر البريء يثقف ثقافة غير أخلاقية غير صحية تأثر على وضعك كإنسان ناجح في حياته يجب عليك أن تنصحه عندما تشوف لك شاب أو شاب أو رجل أو امرأ أو أي أن كان يأخذ فكرة من الوسائل الاجتماعية المنتشرة بيننا وهذه الثقافة الراقية والتكنولوجيا العظيمة التي بدأت تخدم الإنسان عندما تجد شخصا يستغلها في تسقيط الناس سمعة الناس حيثيات الناس هذا فيروس هذا فيروس أخلاقي عليك أن تنصحه كم جميل إذا تشكل عندنا جماعات صالحة تنصح الناس وتحذرهم وتدعوهم إلى فعل الخير من هذه الأوبع الأخلاقية هذه فيروسات لا تقل خطرا عن الفيروسات التي تصيب بدنا الإنسان لذلك القرآن هنا يذكر هذه الآية المباركة وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ بعد وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرِ أُولَى وَأُولَئِكُ هُمُونَ مُفْلِحُونَ يعني أنك إذا رأيت منكرا تستنكر تأمر بالمعروف أن هذا الفعل قبيح لا تهتك أعراض الناس لا تهتك الناس لا تهتك سمعاتهم إذا رأيت واحد فاشل يعجز أنه يدير شؤون حياته حاولت نصحه حاولت شجع على العمل حاولت شجع على فعل الخير لاحظ هذا أنت تأمر بالمعروف وتنهى على المنكر لو كل إنسان صار عنده هذه الحصانة أنه ينصح الناس يقدم نصيحة لأخيه لإنسان راح نعيش في مجتمع متسالم راح نعيش بالتالي إلى مجتمع متكاتف مجتمع تقلبيه جرائم تقلبيه الفساد تقلبيه الشرور رحمه الله قدم نصيحة لأخيه أو رحمه الله خير الناس من أهدى إلي عيوبي هذا التعبير وراقي جدا فلو كان هناك ثقافة النصيحة خلينا نثقف نفسنا على أن نقدم نصيحة أنه أنا أقدم لك نصيحة وأنت تنصحني أيضا والإنسان يتقبلها النصيحة بكل حب محبة جزاك الله خير شكرا نصحتني بعض الناس فعلا يتأذى لما نتقدم لنصيحة لما نتقول لها يا با هنا أنت غلطيت أو هنا لو فعلت كذا كان أو لا بعضهم يستكثر هكذا أناس فلن هم أناس سلبيون وبالتالي سوف ينتهي بهم الأمر إلى أنهم أناس فاشلين في حياتهم الإنسان الناجح الإنسان اللي يطمح إلى أن ينجح في حياته يتقبل النصيحة يتقبل موعظة يتقبل نصيحة ليس الإنسان فوق أن يخطأ ماكو بس المعصوم أما الطاغية أما الفاشل هؤلاء اللي ما يقبلون واحد صحه يعني حدثنا التاريخ عن عبد الملك بن مروان هذا كان في وقت ما كان يسمى حمامة المسجد كان في المدينة معروف ملازمة للمسجد وصلاته وعبادته وكذا ما إن صار خليفة وقف كلمة قال هيا ينقلها التاريخ عنه قال من أمرني بعد مقامي هذا بتقوى الله ضربت عنقه قال بعد ما صرت خليفة أي واحد يقول لي اتق الله أنا أستحل دم طيب هذا موقف موقف طاغية القرآن يخاطب رسول الله يقول النبي اتق الله القرآن يخاطب النبي يأمر بتقوى الله وهو رسول الله صلى الله عليه وآله كيف نحن بني البشر خصوصا الإنسان مسؤول هذا أولى أن ينصح هذا أولى أن يقدم له موعظة أولى أن يقدم له ليش لأن هذا مو فقط مسؤول عن عائلة أو عن نفسه تمسؤول عن أمه عن شعب ولذلك أفضل الناس اللي يقدم لك نصيحة يحدد لك موطن ضعف عندك أو خلل أو خوفا حتى لا تقع في الخطأ يقدم لك نصيحة هذا إنسان مخلص يجب عليك أن تحافظ عليه لماذا؟ لأنه اللي نصحك يحبك اللي يتركك على غيك وأخطاعك وسلبياتك هو إنسان لا يهتم بك بعض الناس يقدم المنافق إليه ينافقه يقدم له يحبه يحسن له كل قبيح يحبه ولكن إنسان يقدم لك نصيحة هذا إنسان يعتبره ثقيل طيب هذا جهل لأنك إذا عندك مشروع نجاح تتمنى أن ينجح مشروعك اقبلي ليقدم لك نصيحة منها شاورهم انصحهم بل أكثر إذا واحد ما يجي نصحك تبرعا أنت استنصحا لو انصحني قدم لي نصيحة أو مشورة لماذا؟ لأنك أنت عندك بالتالي مشروع تريد تنجحها إذا هذا المشروع صغير أفرض نجاح شخصي إليك أو مشروع أسرة أو في عملك أو بين مجتمعك أو دولة لا يوجد فرق شايفين الدول عندهم مستشارين رئيس مستشار رئيس الزراع مستشار رئيس الجمهور يقدم له مستشارية يقدم له نصيحة وش أنه يقدمه إذن حتى تكون ناجح في حياتك لا تستكثر النصيحة بعضهم لا تتأذى من واحد يقدم لك نصيحة لماذا؟ لأن هذا فيه مصلحة إليك وانت مشروعك تنتجحها نعم مشروع الإنسان السلبي الفاشل لا يحترم النصيحة ولا تعني له النصيحة حتى شيئا اترك هؤلاء السلبيين هؤلاء يوقعوك في المتاهات اتركهم وليأش لهذا اليوم واقعنا للأسف يشهد كثير من مظاهر غير مريحة ومزعجة حتى في الأمراض بعض الناس يشكك حتى في هذه الأوبع هذا واضح إلى أنه هناك جهل أو نظرة تشاؤمية سلبية يأثر على مجتمعها الآن هو فاشل يريد أيضا يكون الآخرون أيضا يكون مثلهم فاشلين لا هذا مو أنصف ابتعدوا عن السلس السلبي وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاستماع القول والأخذ بأحسنه من إنسان ممكن يستمع هناك كلمة ويعقض بما يرضى الله عز وجل ووفق في عمله إذن ما جاء في هذه الآية الكريمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينعون عن المنكر والأولئك هم المفلحون حقيقة هذه دعوة إلى إنشاء مجتمعات صالحة جماعات صالحة يدعون إلى فعل الخير الذي يتغير بحسب الزمان والمكان وخصوصا في زماننا هذا اللي فعلا كثير من الأعراف والثقافات وكثير حتى من الأحكام الشرعية تتبدل حسب الظروف الزمان والمكان صلى الله عز وجل أن يوفقنا والجميع لما فيه الخير إنه سميع المجيب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر